بعد ولاية أولى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسعى لوضع صورته من جديد على واجهة قصر الإليزيه للتوقيع على ولاية ثانية على بعد أيام قليلة من توجه الفرنسيين إلى صنادق الاقتراع لاختيار رئيسهم من بين 12 اسما يبدو صاحب الرابعة والأربعين الأوفر حظا من باقي منافسيه حسب مجموعة من المحللين في سياق دولي حساس من الواضح أن أسهم ماكرون ارتفعت خلال الحرب الأوكرانية الجارية بالنظر إلى مواقفه ومساعيه الرمية إلى نزع فتيل الأزمة قبل انطلاق القتال وكذا علاقات باقي المرشحين مع نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودعمهم له في وقت سابق ورغم تضاءل الفارق مع أقرب منافسيه زعيمة اليمين المتطرف ماري لوبين استطلاع رأي حديث أجري في فرنسا أظهر تقدم ماكرون بنسبة 28% من نوايا التصويت في الجولة الأولى بفضل المتغيرات الدولية إذ يحظى بدعم أوروبي وأميركي كبير باعتباره المفاوضة الرسمية للرئيس الروسي في حرب أوكرانيا الجالس على كرسي الرئاسة منذ خمس سنوات خلت استغل رئاسة فرنسا للمجلس الأوروبي والممثل لجميع حكومة الاتحاد الأوروبي من أجل التنسيق لفرض عقوبات واسعة على موسكو بعد عملياتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية يأتي هذا بعد أن تراجعت المسائل المحلية في سلم اهتمامات الرئيس المنتهية ولايته جراء الأزمة الأوكرانية التي عززت صورته كرجل دولة فلا احتجاجات السطرات الصفراء ولا جائحة كورونا في صدرة قائمة اهتمامات الفرنسيين ليكون ماكرون الأقرب من أي وقت مضى لخلافة نفسه وإنهاء سيناريو الولاية الواحدة التي لاحقت الرئيسين السابق والأسبق فرنسوا أولاند ونيكولاس أخوزي